مباراة نهائي أفريقيا الأهلي والترجي أو الترجي في مباراة الأولى أمام الأهلي في تونس كيف ترى أو رؤية فأنها عامة بقى كابتل الأول لهذه المباراة؟ بالتوفيق إن شاء الله يتعالى طبعاً أنا شايف أن القدرات النادي الأهلي قادرة أنها بتقمر لا تعمل إليها كويسة إيجابية بفضل الله تعالى لما أتكلم أتكلم على أسس طبعاً أتكلم على نقاط مهمة جداً إيجابية في الشكل أتكلم على تيم كبير جداً عنده يملكوا الخبرات ويملكوا القدرات حكثين مهمين جداً يا كابتن تنفيها الله سبحانه وتعالى سمع القدرات والخبرات الحمد لله إن المجموعة دي أكتر من 65-70% منها لعب ونهات قبل كده وفي نفس الوقت اللاعب النادي الأهلي بيوصل النهاي عارف فيه المطلوب منه كل واحد في حتته كل واحد بينفز كل واحد بيجاهز نفسه عشان يخرج أحسن شغل فاللعيبة عارفة دورها أدوار مهمة جداً للعيبة مفنية ما فيهاش كلام في 90 ديها شغل دور مهمة جداً الكوتش طبعاً ما فيهش كلام في التدوير في التشكيل في التوظيف في قراءة المنافس أدوار فنية مهمة جداً لازم يحضرها وهو ده نادي الأهلي عمل التركيز مهم جداً مدرسة التركيز معروفة اللي عاوزينه كله تلاقيه مركز المنظومة كلها كابتل الإسلام عندنا الحمد لله حقاً كويسة تطمننا طبعاً كله بإذن الله ثم من أول الإدارة ده حال آخر واحد في المنظومة دي بيستعده بيركز وعارف إيه اللي مطلوب منه كله ماشي في الاتجاه السليم كله ماشي مع بعض ومش عكس بعض فدي تطمنك وفي نفس الوقت أنا من وجهة نظري بفضل الله تعالى إن إحنا النادي الأهلي أحسنتين في أفريقيا بصرف النازل آه أحياناً بيحصل أحياناً أحياناً من طبيعي جداً مش هابدور اللعبة يعني ححصينا على طول ما طبيعي جداً إنت كل بطولة بتدخله الضغوط النفسية والصحية والكل حاجة بتبعليك كبيرة جداً فمطالب بالبطولات فطبيعي جداً يحصل زاد إزهابات زاد استعداد المنافس قدامك فأنا شايف الشكل الفني بالنسبة لي أنا كعندي حلول تتقنى وتخليني أرشح فريقي بقوة القدرات اللي عندي والشغل اللي عندي والحلول اللي عندي تخليني أقول إن شاء الله اللي هيقدمه بره كبيرة وهيعمل نتيجة كويسة بإذن الله في تونس إن شاء الله كولر مركز في إيه؟ عارب تقول إن الناس كلها كل واحد عارف دوره وعارف تركيزه طيب كولر كيف يركز فيه؟ كولر طب مركز في البداية مهمة جداً فيركز في الشوت الأول مركز في الشوت الثاني مركز في الشوت الأول كله في تونس الشوت الأول مباراة يعني اه في المرة طبعا مركز في التشكيل متاعنا نبتدي ازاي باحسن تشكيل مناسب عشان اواجه به جمهور وواجه به ملعب وواجه به منافس وواجه به منافس مش سهل في احسن حالات واعتقد ان فريق الترجل فترة الاخيرة في احسن حالات واحسن سنة من الماضي هو اول الدوري تقريبا احسن كتير اه هو اول الدوري صحيح ظهر امم اللي فاتت وكاسة على الدوم دافعة جبيرة جدا برضو في السقة والتقلق والابهار ده مهم جدا وفي نفس الوقت ان وصوله نهائي بنتيجة كويسة مع سان داونز ان يكسب في تونس ويكسب هناك في جنوب افرقيا دي اعتقد ديته وديته ثقة كبيرة جدا وفي نفس الوقت هو يعني انا انا شايف ان ان كل شمال افرقيا اسلام كل شمال افرقيا بتعمل حساب للنادي الاهلي كله الى النادي الاهلي مع احترام الشديد لكل الناس مع احترام الشديد طبعا اي منافس واي فريق يعمل له واحنا بنحترم ومنقدره طبعا وكل التأدير والاحترام لكن النادي الاهلي حالة خاصة معلش مرعب لكل شمال افرقيا زي منتخب مصر منتخبات تكسر دنيا ويجي منتخب مصري شمال افرقيا فهم انتهي السهولة فانا شايف ان طبعا المنافس منافس مش سهل وعلى وراء انا افضل واحسن لكن يوم المبارا بيختلف فكلر بيفكر بقى في ان انا اخرج بالمبارا اولا ازاي احسن سيناريو ان انا احضره عشان اقدر ااخد فنيات ااخد بداية ااخد ربع ساعة خمسة ديوة ااخد نصف ساعة ااخد نصف ساعة تانية ااخد نصف ساعة تالتة او الاخيرة هروح اهاجم ازاي هدفع ازاي هوقف هوقف ازاي هاضغط من الاعلى ولا زون تلتين الملعب ولا هابل ازاي هتحول من دفاع الهجوم ازاي هشتغل بكتلتي وقدراتي الفنية اللي هي معروفة عنها بفضل الله تعالى بتنفذ ازاي هو ده انا عندي القراءة المنافس اكيد هو بيرى منافس كويس بيحضر كويس شايف هو هشتغل من اين جهه هشتغل انا شغلي من جناب انا شغلي من العمق وشغلي تحاجات كتيرة جدا يفكر فيها كولر وانا اعتقد ان كولر الحمد لله وصل لدرجة دلوقتي بفضل الله تعالى من الانسجام والتفاهم مع القدرات ومع افرخيا عموما تخليه يقدر يفكر بعمق وبنجاح ان شاء الله لانه ديله فترة يا السلام خلاص تعاون الحمد لله وشاب وحصل على بطولات وتمام التمام وارى افرخيا مش جديد على افرخيا خالص وعارف يعني الكرة التونسية وايه هي الكرة التونسية فكون حاجات كتيرة جدا قدام كولر فهو هدفه بامر الله تعالى المطشة وانا من وجهة نظري بمشيها تلاهي تعالى خمسين في المية ستين في المية من الكاز بإذن الله في المطشة الاول وده مهم جدا مهم جدا اسلام مهم جدا انت عملت نتيجة مع مازينبي هناك سفر سفر وهي جيد في مصر او حقا ماشي هي نتيجة خداع لكن مش على الاهلي جيت برضه فضل الله خلاص في مصر فلقصوده ان كولر عنده حاجات كتيرة جدا هو يشغل نفسه ان شاء الله بالبداية يشغل نفسه بالتركيز السليم والموفق بإذن الله تعالى يشغل نفسه بالمنافس وان شاء الله كلنا امل في الله سبحانه وتعالى ثم في اللعيبة وكولر بإذن الله اشتركوا في القناة